وكان البيت الابيض أعلن أن الاتصال الهاتفية الذي أجراه رئيس جو بايدن بنظيره الصيني تطرق إلى مستقبل العلاقات بين البلدين وناقش مجالات الطلاق والتباعد يأتي الاتصال في ظل محاولات الإدارة الأمريكية لترطيب الأجواء مع بكين بعد فترة طويلة من الجفاء هو الاتصال الثاني من نوعه بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني تشي جينج بينج الذي يأتي ضمن محاولات الولايات المتحدة لكسر الجليد مع الصينيين من دون أي نجاح يذكر حتى الآن العلاقة بين القوتين الكبريين ليست على ما يرام مع إشارة الصين بشكل متكرر إلى أنها قد تبقى غير متعاونة على نطاق واسع حتى يخفف بايدن انتقاداته لما تراه أمورا داخلية صينية خصوصا فيما يتعلق بقضايا كقمع المعارضة في هونغ كونغ والتعامل القاسي مع مسلمي الأيغور وصولا إلى إظهار القوة الذي تمارسه الصين في بحرها الجنوبي قبالة تايوان وتعامل بكين مع وباء فيروس كورونا المستجد لكن في المقابل أكد البيت الأبيض أن المكالمة التي استمرت تسعين دقيقة كانت أقل تركيزا على القضايا الساخنة وبدلا من ذلك ركزت على مناقشة مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين حيث أجر الزعيمان مناقشة استراتيجية واسعة النطاق ناقشا فيها مجالات التلاقي ومجالات التباعد بحسب البيت الأبيض وبذلك يأمل البيت الأبيض أن يتمكن الجانبان من العمل معا في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تغير المناخ ومنع حدوث أزمة نووية في شبه الجزيرة الكورية على الرغم من الخلافات المتزايدة وللمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من كاليفورنيا جامس جيو جرين كبير الباحثين في مبادرة الحوار الأمريكي الصيني في القضايا العالمية في جامعة جورج تاون وعبر خدمة سكايب أيضا من بكين إينار تانجين الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الصينية أهلا ومرحبا بكما أبدأ معك سيد جرين ما مجالات التلاقي في المصالح بين البلدين على حد وصف البيت الأبيض نعم مساء الخير ومرحبا في المقدمة تكلمتم بشكل جيد عن نقاط الاتفاق التغير المناخي وشبه الجزيرة الكورية وكذلك الجائحة هناك أيضا نقاط اختلاف الرئيسان لم يتكلمان منذ فترة طويلة وبالتالي هذه الخطوة هي خطوة إيجابية أعتقد أن الفريقين يريدان البحث عن طرق للتحاور كان هناك اجتماعا سابق على مستوى وزرات الخارجية لم يكن جيدا ولكن هذا يبدو أنه أفضل ستنجين ما يشير إلي ضيفي متعلق بما جرى في ألاسكا في مارس إلى أي مدى من ممكن أن يتغير هذا في أي لقاء مرتقب ما بين الجانبين هي بداية لحوار وهو أمر لا بد من أن يساعد نعرف أنه من منظور الصين أمريكا قامت بسلسلة من الأمور التي أزعجت الصين إلى حد كبير وفرنسا قدمت جدول أعمالها لأمريكا بدل الانتظار في تنجين لا أعتقد أن الرئيس الصيني تراجع عن هذا الموقف هو فقط يريد أن يعرف لماذا اتصل به الرئيس الأمريكي سيد جرين لكن الجانبين يتحدثان أيضا عن مسألة ضرورة أن تكون هناك خطوات وليس الحديث المبدئي عن النواية الطيبة ما القطوات التي من المرجح أن نراها خلال الأيام المقبلة لا أتوقع خطوات في الأيام المقبلة ربما السنوات المقبلة عندها الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي سيركزان لفترة على الشؤون الداخلية أعتقد الرئيس بايدن سيبقى مركزا على الجائحة والقوانين المتعلقة بها والتعافي من الجائحة وجي جينبينج سيركز أيضا على الجائحة والتعافي الاقتصادي ويتحضر لمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني للعام 2022 وبالتالي بالنسبة للزعيمين هناك تركيز على الشؤون الداخلية أما فيما يتعلق بالخطوات المقبلة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة أعتقد أنه سيكون هناك تواصل ديبلوماسي كالذي رأيناه في تنجان في ألاسكا ولكن خطوات صغيرة جدا أعتقد أن سيد كاري المبعوث الرئاسي للشؤون المتعلقة بالمناخ سيقوم بتحركات مع الصين سيد تنجين مسألة ما يجري في ملف الجائحة حساسة بالنسبة للجانب الصيني لكن ما رأيك في تعامل هاتان الإدارتان حتى الآن فيما يخص هذه الجائحة؟ لا أعتقد أن هناك إمكانية للمقارنة الصين تمكنت من السيطرة على الجائحة لو رأيت العدد الكامل من الأشخاص الذين هم أصيبوا بالمرض والذين توفوا من جراء الفيروس الأرقام في الصين جيدة مقارنة بأمريكا لأن الصين كانت فعالة في مواجهة الفيروس في المستقبل أعتقد خلافا لما يقوله الزميل الاقتصاد الصيني استمر في النمو رغم الجائحة كان هناك تباطئ ولكن لا يقارن بتاتا مع الوقع المأساوي للجائحة على الاقتصاد الأمريكي كانت هناك أخطاء في مواجهة الجائحة وعدم مواجهة التحدي بطريقة ملائمة خاصة فيما تعلق بتقديم اللقاحات وهناك أيضا سياسات مختلفة كالذي حصل في أفغانستان تؤثر على استقرار إدارة الرئيس بايدن هناك أخطاء في الحسابات أيضا بدأت تظهر الآن خاصة في دول الأزيان التي لا تريد تكرارا لما حصل كذلك أن ننظر إلى الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وغيره أما جي جينبينغ فهو لديه الثقة فيما تعلق بالتدابير التي تم اتخاذها خاصة على مستوى النمو الداخلي وهم في هذا المجال تقدموا ويتعاملون أيضا مع الشركات التقنية بطريقة ملائمة فالوضعان يختلفان تماما لكن سيد تنجين ليست المسألة فقط في السيطرة والأرقام هناك مسألة منشى الفيروس وتعامل مع منظمة الصحة العالمية لا إجابة مرضية حتى هذه اللحظة من الجانب الصيني كيف تعلق على ذلك؟ يسعب تقديم أجوبة مقنعة إن كان هناك اتهاب من قبل الفريق الآخر من دون أي براهيم هناك تقرير استخباراتي من الوكالات الاستخباراتية الأمريكية كان واضحا حول أن هذا الفيروس لم يكن من صنع الإنسان ولم تكن الصين تعرف عنه أي شيء طبعا لا يمكننا أن نستثني إمكانية ظهور الفيروس في مختبر في وهان ولكن هناك أيضا إمكانيات أخرى لا يمكن أن نستثنيها لا يمكن أن تتهم الصين من دون براهيم ذلك يتعرض مع القانون ولكن نعيش في فترة ليس فيها من النزاهة عندما نكون على حق الآخر هو على خطأ سيد جرين لكن ما الذي تفعله بكين أيضا في تقديم هذه البراهيم سيد تنجين لماذا لا تفتح المجال لمنظمة الصحة العالمية ومفتشيها للبحث عن هذه البراهيم وحسم المسألة سيد تنجين تفضل في هذه الحالة تحديدا الصين غير رادية بما حصل لأنها سمحت لمنظمة الصحة العالمية أن تحقق وهي حققت ونشرت بيانا ولكنها سيد تدروس رئيس المنظمة قرر أن يخوض الانتخابات لترأسها من جديد وعندها قرر أنه لا يمكن أن يستثني أي شيء وبالتالي قرر الاستئناف في التحقيق هذه أيضا مسألة ليس لدينا عليها برهان سيد تنجين مسألة أن هذا السعي باتجاه الانتخاب مرة أخرى هو الذي يدفع سيد تدروس دهانوم لاتخاذ هذه الخطوات فقط لأن سيد دهانوم ليس معنا ليرد على هذه الاتهامات لنضع هذا جانبا هل من الممكن أن نرى تغيرا في موقف الصين في التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مسألة حسم البراهين فيما تعلق بمنشأ الفيروس خلال الشهور المقبلة؟ أنت تفترض أن الصين أساءت التصرف ولكن هذا ليس ما تعتقده الصين تقول إنها كانت صريحة ومتعاونة ووافقت على تقرير منظمة الصحة الذي في البداية لم يتكلم عن مسؤولية للصين إلا أنه الآن هناك انتقادات مستمرة وهجومات اقتصادية وغيرها ضد الصين من قبل أمريكا وبالتالي الصين تقول إنها لن تتعامل إيجابيا ولن تقدم البراهين في اتهامات غير مرتكزة على العلم هذا الفيروس لم يكن من صنيع الإنسان وبالتالي التركيز على أنه ظهر أولا في مختبر في ووهان لا يرتكز على إيجابية براهين مجددا الصين عليها أن تبرهن أنها لم تفعل شيء لم يتم التأكد من أنه حصل لا يمكن أن نفعل ذلك قبل أن نطلب من الشخص أن لا يضرب زوجته علينا أن نتأكد من أنها تعرضت للضرب وهذا ما تحاول هذه البعثات أن تعرفه أن تعرف السبب وليس الافتراض لكن لو عدنا مرة أخرى إلى نقاشنا المتعلق بهذا الاتصال ما بين الرئيسين الأمريكي والصيني ما الذي تراه مختلفا فيما خرج من هذا الاتصال من البيانات الرسمية هناك اجتماع واحد سابق قبل أن يصبح الرئيس الأمريكي رئيسا وطبعا هذا يختلف عن الاجتماعات العلانية الصين ترى أن هناك انتقادات غير مقبولة توجه ضدها لذلك رأينا ما رأيناه في تانغان في ألاسكا وهذا الوضع لن يتغير إلا إن كانت أمريكا تريد أن تتعاون مع الصين بدل فقط أن تنتقدها ما نتعامل معه الآن هو نجاح الصين الذي أصبح يشكل تهديدا للنظام الأمريكي هذا هو موقف الصين أمريكا تقول أنه لديها أفضل الأنظمة والصين تتهدد النموزج الأمريكي لذلك تنتقد أمريكا سترى أن الصين ستكون قوية الآن وبعد سنتين وخمس وسبعة وعشر على أمريكا أن تتوقف عن البكاء على الأطلال وأن تتنافس سيد جرين هل فعلا كما يشير ضيفي من بكين إلى الولايات المتحدة الآن تبكي على الأطلال ولا تعترف بهذا التفوق الصيني سنعود مرة أخرى لنحاول الاتصال بضيفي من كاليفورنيا سيد جامس كرين كبير الباحثين في مبادرة الحوار الأمريكي الصيني لكن أعود إليك مرة أخرى سيد إينار تانجين الخبير في أشؤون السياسية والاقتصادية الصينية يبدو وكأن كل طرف ينتظر أن يأخذ الآخر الخطوة الأولى إلى أين سأخذنا هذا في علاقات أكبر قوتين في العالم الأمور غير جيدة الآن إدارة الرئيس بايدن مهتمة بالشؤون الداخلية هناك انتخابات في العام 2022 ولا بد لبايدن من أن لا يخسر أي مقاعد في المجلسين وبالتالي إدارة الرئيس بايدن تركز الآن على السياسة الداخلية وعلى الانتخابات المقبلة ومسألة الصين ليست بسهلة فيمكن التعاون مثلا في مجال مواجهة الإرهاب وهو أمر إيجابي بالنسبة للدولتين لأن الإرهابيين يقومون بهجمات على المواطنين من الدولتين إن ليس هناك إمكانية الاتفاق على المستوى الاقتصادي فلا يمكننا أن نتوقع حصول الكثير في مجال البيئة هذا لا يعني أن الصين ستتوقف لديها أهداف ولكن لن تسمح لأمريكا أن تنتقدها وأن تمتسل لما تريدها أمريكا نبكين سيدنا تنجينا الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الصينية وكان معنا أيضا من كاليفورنيا سيد جامس كرين كبير الباحثين في مبادرة الحوار الأمريكي الصيني شكرا جزيلا لكم